شاء الله يا رب العقرب سوق الحظ فيه سوق حظ عند العقرب فيه هي عرائيه اللي كانت عم بعاني منها بالشغل كنت يحط هيك عنوان عريض إنه يعاودون سوق الحظ اللي يشايفوه بشغله فرح يتخطوا مرحلة الخسرات أو المنافسات والتحديات المهنية وكمان بشوف أنا مبينهم وبين الفراغ المهني شعره فينتبهوا من الوقوع بالفراغ المهني لأنه عم بحومح وليهم وبذلك الوقت عم نشوف رح يلاقي الجواب الكافي عن طريق شخص معين ممكن هذا الشخص المعين يشجعه بالبقاء أو يشجعه بالتريس أو يقل له أهدى أو طول بالك أو يساعده بوساطة معينة يطمنه على مصيره المهنة ويشجعه كمان على تطوير قدراته المهنية أو قدراته العلمية أو قدراته الزاتية وخصوصا أنه مولود برج العقرب بتلاقيه شويهك متأني بخطواته مثل الميزان ومتردد أحيانا يعني قديش العقرب بقول لك عاطفيا أحيانا تصرفاته عشوائية مع الشريك وأحيانا عم يترك انتباع غير محبب بقلب شريكه العاطفة نتيجة ردة فعله الكلامية كلماته أحيانا تبقى تسبق تفكيره فبتلاقيه أنه جاهز يزد الكلام الجارح والقاسي فهون هي هاي اللي عم تترك انتباعه شويه رغم أنه بتعرف من أكتر الأبراج معطاء لشريكه العاطفة يعطي بدون لدرجة أنه بينساهويته العاطفية قدام شريكه العاطفة أنا بعرف أقرب زوجته مش هي كل البيت يعني ترك الأمور ما هي مية بالمية هو بحب هيك بحب كل الأدوار تكون على كتافه لدرجة أنه بينسحه له هون غلط عملية توزيع الأدوار دايما دايما مهمة أنك أنت لأنه بيوصل لوقت الشريكه عنده فراغ عاطفة تعرفي عم بربط كلامك بأشخاص منعرفهم من ذات الأبراج نعم بتلاقي عن جد فيه توافق يعني فيه مطابق على الكلام من الأشياء اللي عم تقوليها عن جد يا جمعنا هذا مش بوجه كدر أمانك بعد فيها نشيل العقرة لا هدول هني